اشتركوا في القناة ويغفرنا ويغفرلكم ويرحم أمواتنا وأمواتكم يعني إن شاء الله أنه أربنا يتقبل صيامكم وقيامكم القمر اليوم موجود في برج السرطان والآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة خمسة واربع وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الجمعة لينتقل بعديها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل وبما أن القمر موجود في برج السرطان معناته صفاتنا إحنا جميع الأبراج أو اللي بيغلب علينا في هاي الفترة وبيأثر علينا بهاي الفترة من شعور اللي هو من بعض صفات برج السرطان فعشان هيك بنشعر في هاي الفترة أنه عنا قوة عاطفة عالية جدا منحاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية أو ذكريات قديمة لا إله يجب الانتباه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي بيصير في عنا شعور عالي جدا وحافز لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجه بوسعنا شراء عقار أو زراعة نبتة أو الاهتمام بالحديقة أو بتقنيب الشجر أو زراعة شجر أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اللي مؤثرة على جميع الأبراج في خلال هذا اليوم الزاوية الأولى في عنا زاوية اليوم رح تبدأ تأثيراتها هي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل طبعا زي ما حكينا اليوم تبدأ تأثيراتها دروتها يوم 13-4 في الساعة 12-14 دقيقة بعد منتصف الليل يعني صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر تأثير هاي الزاوية لغاية يوم 17-4 بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية في الفترة المقبلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهي تأثيراتها لليوم آخر يوم لإلها هي من يوم 6-4 تأثيراتها موجودة وهي اللي بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو اليوم هي نهايتها يعني آخر يوم لإلها هي زاوية اقتران سلبية بين المريخ وبين زحل طبعا تأثيرها من يوم 1-4 إلى اليوم آخر يوم لإلها هي اللي بتعمل على ازدياد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وكما أنها بتزيد من عصبيتنا وعليه يجب أن نتمالك أعصابنا وضبط النفس عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهة بيتفاقم في الفترة الماضية وخلال هذا اليوم الشعور بالملل اللي ممكن يتحول لإمتعاد داخلي وبينعاكس على علاقاتنا مع الغير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين المشتري وبين نبتون وهاي طبعا حكينا تأثيراتها لغاية يوم 25-4 هي زاوية مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية في هاي الفترة برضو بتنتهي وضعية حرجة وممكن البعض يقع في الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا في عنا زاوية بطيئة ذروتها اليوم اللي هي زاوية التزديس الإيجابية بين عطارد وبين المريخ اليوم ذروتها الساعة 6 و 18 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيرها لغاية يوم 10-4 وعادة عند حدوث هذا الاتصال بسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع الأحباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي دروتها الساعة 6 و 27 دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرات هاي الزاوية بتبدأ من ساعات الظهر تقريبا لغاية منتصف ليل الجمعة وهي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منها ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك من ناحية إيجابية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي لهذه الأعضاء أنه نراجع الطبيب فيها المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجم والصفاق هذول الأعضاء طبعا فيه الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر هذول اللي لازم ندير بالنا منهم وإذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي أنه نحتاط أو نخذ أدوية إلها أو مراجع الطبيب بالنسبة للعمليات الجراحية اليوم مناسبة ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية مناسبة برضو اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضا لا قص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزائد أما بالنسبة لمطعم كورونا فاليوم مناسب ما في أي مشاكل لألوه ممكن بعض الآثار الخفيفة بنادول يفي بالغرض بما أن القمر موجود في برج السرطان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد يوم عشر أربعة يبدأ خلو المسار من الساعة واحدة ودقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم انحسار المربع عمره سبع أيام في تمام الساعة ستة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بيصير عمره ثمان أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسة وأربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في برج الحمل حتى يوم عشرين أربعة هي الآن سعيدة بنسبة سبعين في المية في ساعات الظهر بتصير الشمس سعيدة بنسبة أربعين في المية طبعا وما بعد ساعات الظهر القمر في برج السرطان حتى يوم عشر أربعة سعيد بنسبة خمسة وأربعين في المية الآن في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة ستين في المية ولكن في ساعات العصر بيرجع بيت راجع نسبة سعودته لنسبة ثلاثين في المية عطارد في الحمل حتى يوم 11 أربعة سعيد بنسبة 45% الزهرة في الحوت حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 25% المريح في الدلو حتى يوم 15 أربعة منتحس بنسبة 25% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28 ست سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر استقر في البيت الرابع فعشان هيك اليوم بيضل التركيز كله على الأمور الها صلة بالبيت والعائلة مناسبة أو احتفال أو جمعة أو لقاء أو عزومة مثلا أهم شي إنه اليوم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بتكون تحاذروا التصرف بعدائية حول أنكما تخالف القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من بعض الإرهاق النفسي ممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو بسبب يعني كلام جارح أو لاذع في بعض الأوقات برج الثور القمر استقر في البيت الثالث وهذا بدل على أنه اليوم رح تنشط في أمور الها علاقة بالسفر القصير والاتصالات الكثيرة لازم تكونوا أكثر صبر على الطرقات أثناء القيادة وأثناء الحركة هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أهم شي إنكم تعبروا عن رأيكم ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات لا تترك مجال للغموض خلال هذا اليوم لازم تكون واضح باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة لأن سرعة البديهة عندك عالية وقدرة الإقناع عندك برضو عالية فأهم شي إنه اليوم ما رح تهدأ وتيرتك لازم تستغلها بشكل جيد برج الجوزاء تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي بما أنه القمر صار موجود في البيت الثاني لإلكم فمنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا بعض الأموال اللي بتعود لهم أو يحصلوا على هذه أهم شي إنك تخففوا من النفقات قدر المستطاع ممكن اليوم تناقشوا موضوع بيتعلق بتمويل أو قرد وممكن تحصل على التسوي اللي بتحلم فيها وهذا اليوم برضو بفتح أمامك أبواب للحوار والنقاش البناء أهم شي إنك تبرر مواقفك وتوضح وجهة نظرك دون أي سوء تفاهم برج السرطان بما أنه القمر صار موجود عندكم فأنتو اليوم مشحونون بناشاط وحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شي إنه اليوم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع عندكم المعنويات والأجواء بتصير واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو لصفقة جديدة يعني بمعنى آخر أنه أنتو بدأتوا بفترة بتحمل نوع من أنواع التقدم والأخبار الجيدة وبتعيد لكم نشاطكم أو بتعيد نشاطكم لحياتكم اليومية وتعتبر أنتو بدأتوا بفترة تعتبر من أجمل أيام الشهر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر الآن استقر في برج السرطان اللي هو بيت متاعبكم فعشان هيك بسيطر التعب عليكم لازم أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل يعني أعمالكم بشكل روتيني تكون اخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة للأمال وربما تحمل للبعض بعض الخسائر أو الفشل أو الإرهاق أو التعب خلال هاي الفترة بدكوا تنتبهوا لأنه ممكن تفشل أعمالكم في حصد النجاح ويتخيب آمالكم لا تأجيل أو لا إلغاء موعد في اللحظات الأخيرة برج العذراء بالنسبة لما هوليد برج العذراء طبعا القمر استقر الآن في بيت اللي هو البيت 11 اللي هو العلاقة بالعلاقات الاجتماعية فاليوم رح تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص وممكن يشاركوا اليوم في مناسبة سعيدة أهم شيء تتجنب وانتقاد أحدهم بناسبك العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل وانت بحاجة لتحالفات خلال هذا اليوم ممكن تفرح اليوم لتفاهم الآخرين لإلك وتحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل لاجوة إيجابية ودعم لإلك بقوة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان القمر الآن في بيت السمعة فعشان هيك بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين ورؤساكم بالعمل بوسعكم إثبات جدارتكم واتدفع بمصالحكم باتجاه العمل أو باتجاه المحافظة على سمعتكم هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وممكن تشعروا اليوم وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معك أو ما بيتعاون معك بالشكل المطلوب عشان هيك حاول أنك أنت تقنع نفسك اليوم وتشحن حالك بطاقة إيجابية وما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح لأن الفترة هاي شوي فيها بعض القلق والتوتر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود في البيت التاسع وهو بيت قوي جدا بالنسبة لإلكم مليئ بالحظوظ فاليوم بتنشطوه في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو تعامل مع جانب أو أشخاص خارج البلاد أهم شيء أن تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة وخصوصا في الشوارع المفتوحة بتعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظا هاي فترة مناسبة للامتحانات والمقابلات اليوم بتختفي عندك كثير من المنافسات والعدوات وهاي الفترة بتسهل عليك جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن وتحرك لاستغلال الفرص برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس القمر الآن استقر في بيت الأموال المشتركة اللي هو البيت الثامن طبعا اليوم كثير من موليد برج القوس رح ينهمكوا في ضبط شؤونهم المالية المشتركة ورغم النفقات ولكن في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن بدك تتصرفوا دون تباطؤ لتصحيح الأوضاع ولإعادة بعض الأمور لنصابها حاضروا من مخالفة القوانين والتعليمات وحاول إنك ما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن اليوم اتعلجوا موضوع مالي أو إداري أو قانوني برج الجديد ينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة لأن القمر صار مقابلكم تماما فممكن اليوم تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة طبعا العاطفة المقصود فيها الأزواج أو الأشخاص المرتبطين فيهم بشكل رسمي عاطفيا ولكن برضو لأن القمر مقابلكم تماما فهذا الشيء بيسحب من طاقتكم فبتكون هاي فترة متوترة وممكن تتورط في أزمة ما وممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين طبعا حاول إنك خلال هذا اليوم ما توجه أي انتقاد لأحد وابعد عن المشاكل قدر الإمكان برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا القمر الآن صار في البيت السادس اللي إلو علاقها بالعمل والصحة فعشان هيك يبتجدوا أن اليوم ممكن يتراكم بعض العمل عندكم أو صار عندكم أعمال كثيرة ما تقدروا تنجزوها بالكامل فعشان هيك حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم ما تدخلوا في مواجهة مع زملائكم بالعمل وحاذروا من التراجع الصحي حاولوا إنكم تغيروا أولوياتكم إذا دعت الحاجة وحاولوا إنكم مات عندوا باكروا للعمل تفادي لأي تأخير في العمل وخلي علاقاتكم مع زملائكم ورؤسائكم بالعمل جيدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر صار في البيت الخامس لهو أقوى البيوت بالنسبة لإلكم لهو بيت العاطفي والحب والرغبات والهوايات والحضوظ اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم واليوم برضو بيقدم لك فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية وكذلك برضو مناسبة للتعارف والارتباط نشاطاتكم متنوعة وثقتكم بنفسكم عالية وقدرتكم على استعاب الأمور أيضا ممتازة جدا فزي ما حكينا هاي فترة إيجابية لازم تستغلوها بكل قوة لأي شيء بناسبكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء